السلام عليكم ورحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد فيديو اليوم سيكون عبارة على ترطية البطاطس الاسبانية سهلة وسريعة تحضير لا تأخذش بزا في الوقت وبالنسبة للمقادر كيف تشوفوا معايا مقادر بسيطة فبالنسبة للمقادر سنحتاج 4 حبات من البطاطس الكيمياء ستبقى على حسب عدد الافراد بصلة متوسطة 4 حبات من البيض أو 5 وقليل من المادنس وبالنسبة لتوابين فغني نحتاجوا ملح، كامون، بصار، تحميرة والقليل من الفلفل حال حسب الرغبة فأول شيء كنبدو به كنقطعوا البطاطس دوائر وكنغسطوها مزيان باش كنزولوا نشلي فيها من بعد كننشفوها بورق الطبخ مزيان وكنقليوها وكلمة معايا مزيانة فا من بعد ما قلينا البطاطس كنوضعوه البيض فيه وكنتربوه شوية بيدقينا من بعد كنضيفوني حقعد توابين وكنخلطوه الكل مزيان وكنضيفوني الباصلة متوسطة لني حكيناها بالحكاكر الغليدة وكنضيفوني المعدنوس نقطعنا كنخلطوا الكل مزيان ومن بعد كنضيفوني البطاطل نقليناها فمن بعد كنخلطوا الكل مزيان كنغطيوه بشيئنا او بلاستيك غدائي وكنخليوها ترتاح 11 دقيق بشيئ البطاطة كترخالينا ومن بعد ندوزو الطهي دياله فمن بعد كندوز 10 دقيق في مقلات كتكون ساخنة كنوضع القليل من زيت سيتون وكنخلو عليها الخليط ديال بيض وبطاطة وكنحاولو نقادو الوجه دياله باش كيجينا شكل ديالها مقاد فمن بعد ما كنقادو الوجه ديالها كنغطيوها وكنخليوها تطيب على نار الهيلة حتى كنشوفو الجوانب ديالها تحمرات وكنقلبوها وكنخليوها بنفس طريقة كنطيب على الوجه الاخر ومن بعد ما كنطيبوها تحمر كنقدموها فكيكون هذا وشكل ديالها كيجي المضاق ديالها رائع وكيف ما شفتوا معايا فهي بسيطة ما كتحتاش بزف ديال الوقت ونعجبكم فيديو اليوم تشتروا لي لايك وتشاركوا في القناة وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله